لما نتكلم عن مشكلة السمنة ومشكلة احتباس السوائل في الجسم طبعا في بعض الناس بيعانوا من سمنة وفي بعض الناس بيعانوا من حالات مرضية تعرف باحتباس او تجمع السوائل في الجسم ففي بعض الاشخاص طبعا بيجهله ايه الفرق بين هذا المرض وهذا المرض او هذه المشكلة وهذه المشكلة وايه اسباب كل مشكلة منهم فده اللي احنا هنحاول ان احنا نغطيه بقدر الامكان بالنسبة لما نجي نتكلم عن السمنة واحتباس السوائل في الجسم فالاختلاف الاولي بينهم بيكون فيه التعريف في مفهوم كل من السمنة ومفهوم احتباس السوائل بالنسبة للسمنة هي عبارة عن مشكلة صحية بتنتج عن زيادة وتجمع الدهون في الجسم وطبعا السمنة بتعتبر مشكلة جمالية وصحية بتؤدي بعد ذلك الى امراض او الى مضاعفات متعددة اما احتباس السوائل في الجسم فمعروف ان اه جسم الانسان بيتكون من نسبة كبيرة جدا اكتر من سبعين في المية من اه جسم الانسان بيحتوي على مياه محتوى مائي فمعظم الجسم بما فيه من مكونات من دم من عضلات من عزام اه من اعضاء اه الجسم كلها بتحتوي على الماء بنسب محددة ولكن المفروض ان المية موجودة في انسجة الجسم بدرجة معينة وبنسب محددة وبمقادير ثابتة ازا زادت السوائل في الجسم او ازا زاد المحتوى الماء في الجسم فده بيؤدي الى ما يعرف باحتباس السوائل في الجسم طيب بالنسبة للفرق بين السمنة وبين احتباس السوائل بالنسبة للاعراض الخاصة بكل مشكلة منه ازا تكلمنا عن اعراض السمنة اه اعراض السمنة طبعا بتظهر على المريض او على الشخص في شكل زيادة في الوزن وبيتم تحديد السمنة والتأكد منها لما بيتم قياس مؤشر كتلة الجسم مؤشر كتلة الجسم ده اللي هو بينتج عن اه وزن الشخص بنقسمه على مربع طوله بالمتر يعني وزن الشخص اه مقسوم على مربع طول الشخص بالمتر ده بدينا مؤشر كتلة الجسم ازا طلع فوق تلاتين كيلو جرام بيعتبر تلاتين كيلو جرام لكل متر مربع اه ده بيعتبر الشخص عنده حالة من السمنة اما بالنسبة لأعراض احتباس السوائل في الجسم طبعا اه يعني بيكون فيه اعراض مميزة جدا لمشكلة احتباس السوائل وبتختلف عن السمنة فمن اشهر اعراضها تضخم اعضاء الجسم وخاصة عن اليدين والقدمين اه بنلاقي ايضا من الاعراض ان شخص المصاب او المريض بيعاني من حكة فيه الاعضاء المنتفخة بيعاني من تصلب المفاصل بيعاني من زيادة سريعة فيه الوزن من خلال يعني ايام قليلة تغيرات مفاجئة فيه الوزن او اللي بيميز طبعا الارتشاحات او الاحتباسات احتباس السوائل في الجسم ان عند الضغط على العضو المتضخم وخاصة اليدين او القدمين اه وافلاته بيبقى مضغوط لمدة ثواني بسبب وجود ماء مخزن تحت انسجة الجلب طيب اه من ايضا الفرق بين السمنة وبين احتباس السوائل من حيث الاسباب بتختلف طبعا اسباب السمنة عن اسباب احتباس سوائل في الجسم فاسباب السمنة متعددة منها مسلا سبب ممكن يكون وراسي ممكن يكون سبب السمنة سبب وراسي سبب جيني مرتبط بجينات الانسان وبالتالي بتؤثر الجينات على طريق التخزين الدون وتوزيع في الجسم كمان موجد ان الجينات في الجسم لها دور كبير في كافية تحويل الطاقة او في كافية تحويل الطعام الى طاقة يستفيد منها الجسم طيب اه ايضا من اسباب السمنة نمط الحياة الخاطئ بيؤدي طبعا تناول الاطعمة غير الصحية اللي هي مليئة بالدهون والسعرات الحرارية الى السمنة وايضا تناول المشروبات السكرية والكحليات وقلة حركة الجسم وعدم لعب الرياضة ده كله بيؤدي الى زيادة الوزن ايضا من الاسباب بعض الامراض والادوية ممكن بعض الامراض تؤدي الى السمنة زي مرض التهاب المفاصل بسبب قلة الحركة طبعا فطبيعي جدا ان وزن الجسم بيزيد كمان من ناحية تانية في بعض الادوية يلاحظ ان استهلاكها لفضرات طويلة بيؤدي الى اصابة الانسان بالسمنة زي ادوية الاكتئاب او ادوية الصرع وبعض ادوية الضغط والسكاري في بعض الادوية بيكون استخدامها المطول من اعراضه الجانبية اصابة الجسم بالسمنة اما بالنسبة لاسباب احتباس السوائل في الجسم عام اسباب احتباس السوائل في الجسم مثلا بنجد ان الوقوف لفترة طويلة الوقوف لفترة طويلة بيؤدي الى تجمع السوائل في الاقدام من اسفل بنجد ايضا التقس الحارة كلما ارتفعت حرارة الجو بتقل قدرة الجسم على التخلص من السوائل وخاصة في فصل الصيف فده بيؤدي الى احتباس السوائل في الجسم من الاسباب ايضا الحروق في بعض الحروق بما فيها حروق الشمس تؤدي الى تجمع السوائل وتضخم المنطقة المحروقة بنجد ايضا الدورة لدى النساء وخاصة قبل الدورة باسبوعين بتعانى المرأة من حالة احتباس السوائل في الجسم ايضا حالة الحمل تغيير الهرمونات في الجسم اسناء فترة الحمل بيؤدي الى احتباس السوائل وايضا تناول حجوب منع الحمل طبعا اللي بتحتوي على الاستروجين بيعتبر احد مسببات احتباس السوائل في الجسم ايضا من الاسباب سوء التغذية سوء التغذية وخاصة لو كان الانسان عنده نقص في فيتامين بي واحد او في فيتامين بي وان ده بيؤدي الى تجمع السوائل في الجسم ايضا بعض الادوية زي ما ذكرنا ممكن تؤدي بعض الادوية زي ادويات الضغط او الكورتزون وبعض المسكنات تؤدي الى احتباس السوائل في الجسم من الاسباب ايضا القصور الوريد المزمن وده طبعا بتعتبر مشكلة خطيرة بتحتاج الى علاج بسبب ضعف التروية الوريدية وضعف رجوع الدم الى القلب وتجمع الدم في الاوريدة وخاصة الاوريدة السفلاء الموجودة في الاطراف بيؤدي الى احتباس الدم فيها وبالتالي تورم القدم وانتفاخها من الفروقات ايضا بين السمنة وبين احتباس السوائل ايضا هناك فرق في العلاج بالنسبة ليه علاج السمنة علاج السمنة ممكن علاج السمنة على اكتر من طريق او على اكتر من محول فبتشمل تغيير نظام الاكل طبعا بيتم التواصل مع طبيب تغذية او طبيب متخصص علشان يقدر يغير نظام الاكل ويحدد الاطرامة الصحية اللي الانسان محتاجها حسب عمر الانسان وحسب كتلة الجسم وحسب وزن الجسم فبالتالي بيؤدي الى ضبط كميات وصعرات الاطعمة اللي الانسان بيتناولها وبتجنب الوجبات السريعة الغنية بالدهون ايضا لعب الرياضة مهم جدا الحركة والرياضة بتعمل على تخفيف الوزن زي رياضة الماشي او السباحة او صعود الدرج ومهم جدا بينصح باداء الرياضة يوميا لمدة على الاقل لنص ساعة لمدة كل يوم ممكن ايضا تناول ادوية التنحيف في حال عدم استجابة الجسم من الطرق اللي احنا ذكرناها زي تغيير نظام الغذائي او العادات او الموارسة الرياضة فمهم ممكن يضطر الطبيب الى اللجوء لتناول بعض الادوية الخاصة بالتنحيف الادوية دي لها دور في التنحيف ولكن مشكلتها ان هي ممكن تسبب بعض الاعراض الجانبية زي مشاكل هضمية وده بها تم تحديدها طبعا بالتشاور مع الطبيب ممكن ايضا من اجراءات علاج السمنة الاجراء الجراحي او اجراء عملية وده بيكون في الحالات المتقدمة بيكون اجراء عملية جراحية هي الحل الامسل وطبعا في عدة انواع من العمليات الجراحية زي عملية تكميم المعدة او بتعرف بتحزيم المعدة او تحويل مسار الامان من ايضا طرق العلاج الحديثة هي العلاج الهرموني ممكن يساعد علاج الهرمونات في التقليل من الوزن الزائد ازا كان السبب هو تغير في الهرمونات في الجسم اما بالنسبة لعلاج احتباس السوائل بيمكن علاج احتباس السوائل طبعا حسب السبب الرئيسي المسبب لحالة احتباس السوائل ولكن من اشعر طرق العلاج هي استخدام مدرات البول هي من اكتر الادوية اللي بتعطى للتخلص من احتباس السوائل في الجسم ولكن في اشارة ادوية ادرار البول بتستخدم لفترة قصيرة لان طبعا استخداما فترة طويلة ممكن يؤدي الى فقدان المحتوى المائي من الجسم وبالتالي تعريض الجسم للجفاف ده كان اهم المعلومات الخاصة بالفرق بين حالة السمنة وحالة احتباس السوائل في الجسم في النهاية عجبك الفيديو اتمنى الضغط على زر الاعجاب نتمنى مشاركة الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفايدة الاكبر عدد ممكن من الاشخاص في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد